بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نجدد اللقاء بكم في الفيديو التاسع عشر من مادة لغتي اللغة العربية المدرسة العالمية الباكستانية بالطائف طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي بنين وبنات نبدأ درسنا لهذا اليوم نبدأ من صفحة 74 النص الشعري عن الرياض تعالوا نقرأ النص مع بعض يلا نقرأ السطر الأول حفظت مجدي في يسر وأعصاري من غابر الدهر حتى عصري الجاري نجي للسطر الثاني لا أنحني لظروف الدهر عاصفة وما استلنت لذي بطش وجباري نأتي للسطر الثالث أنا الرياض أقص اليوم ملحمتي مع الدهور التي ولت بإدباري نجي للصف الرابع طفت الزمان على أمشاجه سعودا ما بين منبسط عيشا واقتاري نجي للسطر اللي بعده ما بين مجدٍ سريٍ سريٍ الأصل مزدهرٍ وبين بؤسٍ صفيق الوجه مغفاري الصلاة اللي بعده قُدتُ اليمامة للإسلام فاندحرت عنها ظلامات كذابٍ وكفاري الصلاة اللي بعده عندنا وصرتُ للعرب دارًا جد آمنةٍ أعطي وأنعم في يُسري وإعساري الصلاة اللي بعده عندنا وصرتُ للعرب والإسلام عاصمةً كلٌ يفيء إلى ظلي وإيثاري حتى مسمى يصار اليوم مفخرةً في العالمين وروضًا فيه أطواري ما عدتُ حجراً وللأسمى مقاصدها صرتُ الرياضة يضيعُ الدهرُ أخباري يا سلام اكتبوا على النشيد مو حفظ غيب اكتبوا على النشيد واجب في الدفتر تكتبوا النشيد واجب في الدفتر واجب في الدفتر تكتبوه في الدفتر العربي طيب تعالوا نقرأ مع بعض المعجم المساعد ماذا عندنا في المعجم المساعد؟ عندنا في المعجم المساعد إعصار معناته شدة ولت رحلت غابر الدهر الزمن الماضي مقفار خالن الجاري الوقت الحاضر إيثاري تفضيلهم على نفسي حجر اسم قديم للرياض بطش عنف للأسماء للأسماء أطواري تطوري ونهضتي طيب نجي للصفحة لبعده صفحة 74 نجي لصفحة 75 قصدي افتحوا صفحة 75 نقرأ أتعرف من الشاعر اللي كتب القصيدة؟ هو عبدالله بن عبدالعزيز بن إدريس ولد في بلدة حرمة بمنطقة سدير عام 1347 هجري تخرج في كلية الشريعة وعين رئيسا للناد الأدبي بالرياض كان عضوا في كثير من المؤسسات الثقافية حصل على العديد من الجوائز والأوسمة وكرم في عدد من المناسبات له عدد من المؤلفات والدواوين الشعرية منها ديوان في زورقي وديوان أأرحل قبلك أم ترحلين؟ طيب نأتي إلى الأسئلة أقرأ واحد أختار إحدى الصور المصاحبة للنص وأعبر عنها في جملتين مفيدتين نكتب مع بعض أكتبه بخط حلو يقع ملعب الملك فهد الدولي في الجزء الشرقي من مدينة الرياض أكتب الجملة الثانية هنا نحاية الجملة حطه نقطة نكتب الجملة الثانية يلقب ملعب الملك فهد الدولي بملعب الخيمة يا سلام نأتي للسؤال الثاني اثنين أقرأ النص ثم أكمل المخطط الآتي وفق ما ورد في القصيدة طيب من هو قائل النص اللي كتب النص قائل النص قائل النص عبد الله بن عبد العزيز بن إدريس أكتبه أسلوب نفي ها نكتب لا أنحني لظروف الدهر عاصفة الفعل تضل على فخر الرياض بنفسها لا أنحني قدت اليمامة صرت للعربي والإسلامي عاصمة يا سلام ممتازين نجي لصفحة ستة وسبعين إيش عندنا صفحة ستة وسبعين صفحة ستة وسبعين عندنا السؤال الثالث أختار الفكرة المحورية العامة المناسبة لهذه القصيدة مما يأتي الرياض عاصمة الإسلام والعرب ولا الرياض فخر واعتزاز ولا الرياض قوية ضد الظلم والبطس نختار الجواب الثاني الرياض فخر واعتزاز هدته صح نجي لي أنمي لغتي إيش عندنا في أنمي لغتي توصيل طيب نقرأ السؤال مع بعض أنمي لغتي واحد أصل كل تركيب في المجموعة ألف بما يدل عليه في المجموعة باء المجموعة ألف وما استنلت لذي بطش وجبار هذا وصله بالثاني القوة رغم الطغيان يعني نوصل الأول هنا بالثاني في المجموعة باء طيب مجد سري الأصلي الثاني فالمجموعة الألف نوصله بالأخير السخاء في الشرف بؤس صفيق الوجه الثالث في المجموعة ألف وصلوا بالأول بالمجموعة باء وقح فاقد للحياء طيب نجي للسؤال الثاني إيش عندنا في السؤال الثاني نقرأ السؤال مع بعض عشان نحله مع بعض اثنين أبحث في القصيدة عن الكلمات التي تدل على المعاني الآتية واكتبها فراغ عمل قصصي له قواعد يشاد فيه بذكر الأبطال والملوك ها ملحمتي اكتب ملحمتي اثنين فراغ أشياء مختلطة وممتزجة أم شاجه نكتب أم شاجه اكتبوا ثلاثة فراغ انهزمت وانكسرت ايش نكتب فاندحرت اكتبوا فاندحرت أربعة فراغ يرجعوا عدتوا كتبتوا بخط كويس نجي لآخر صفحة نأخذ لهذا اليوم صفحة سبعة وسبعين صفحة سبعة وسبعين السؤال الثالث ما الفرق بين معنى منبسط ومعنى اقتار في الشطر الآتي ما بين منبسط عيشا واقتار ها نكتب منبسط الثراء والغنى اكتبوا بخط حلو اقتار نكتب الفقر وضيق العيش اكتبوا بخط حلو طيب نجي لأفهم وأحلل ايش عندنا في أفهم وأحلل افهم وأحلل نجي للسؤال الأول ايش عندنا في السؤال الأول واحد ما الفترة الزمنية التي حفظت فيها الرياض مجدها في البيت الأول وعلى ما يدل ها نكتب من غابر الدهر حتى العصر الحالي يدل على قوتها اكتبوا هذا الجواب السؤال الأول السؤال الثاني ماذا قصد الشاعر بقوله وصرت للعرب دارا جدا آمنة ها ايش نكتب اي اصبحت البيت الآمن لكافة العرب السؤال الثالث لما اصبح اسم الرياض اليوم مفخرة ها بسبب مجدها وفخرها وكرمها وعزها اكتبوا طيب نجي للسؤال الرابع والخامس السؤال الرابع كيف كانت الرياض قديما وكيف أصبحت الآن ها نكتب الجواب كانت حجرا وللأسمى مقاصدها والآن أصبحت الرياض يضيع الدهر أخبارها نحض نقطة نهاية السؤال السؤال الخامس كيف يمكن أن أخدم بلادي وأنا على مقاعد الدراسة الجواب جدا سهل نكتب بالاجتهاد في دروسي كي أصبح ناجحا في المستقبل وأخدم وطني إذن هذا ما لدينا لهذا اليوم الحصة القادمة بمشيئة الله نبدأ من صفحة 78 لا تنسوا واجبات الكتاب ولا تنسوا واجبات الدفتر ولا تنسوا الاشياء اللي حلنا كل من بداية الكتاب تكتبوا حتى كل ما ناخد حصة عشان وقت الاختبار يسأل عليكم المذاكرة وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته